السلام عليكم أصدقائي أنا وساهلا في بودكاست جديد بحس أنه بودكاست لسه مش باسم الصح بس هو لأ صح بس كبداية شان لحالي وبحكي مع الكاميرا وممكن بعض استير وعلى كل حال لا حد الصحي مش مهم على كل حال الفكرة نحكي عن موضوع نوعا ما يكون مفيد أنا بسألكم ما هو الموضوع اللي نحكي فيها فالبعض طلب نحكي عن الزواج البعض طلب وأكثر من شخص نحكي عن الذكاء الاصطناعي وممكن أعمل حلقة إن شاء الله عن الذكاء الاصطناعي بس عشانك أكون صادق أنا ما استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي إلا تشات جي بي تي فقط فيعني ما عندي هالإلمام الكامل وإذا حكيت لكم آه أنا فاهم كل شيء بكون بكذب عليكم الفكرة أنه كنا عارف عن الموضوع اللي بدي أحكي فيه وإندي أريد الشيء عن بعض فأحنا البودكاست هذا حيكون ميكست منوع بس عام عن التقنية وممكن زي ما قلت لكم بالبودكاستات القادمة يكون موضوع يعني ممكن أن أفكر أعمل بودكاست عن الدخان عن التدخين بحسوا هذا موضوع مهم جدا ممكن أعمل بودكاست عن موضوع الأخلاق العامة الأخلاق اللي نستخدمها اللي عنا في حياتنا اليومية اللي إحنا ما منعيرها أي أهمية وإلها قيمة كبيرة بس عشان إحنا مهتمش فيها وتتراكم الأمور تصف من بعيد أن إحنا أخلاقنا سيئة وأنا ما بحكي عنكم أنتو كل الحكي حيكون عن نفسي أكيد عن نفسي أنا وعن تقصيري فهذا في الأيام القادمة ممكن أحكي كمان عن الدراسة بودكاست نعمل عن الدراسة وعن تجربتي بالدراسة نحكي بودكاست عن السفر وأنا اتدربت السفر أشياء كثير محكي حتى موضوع الدين أنا لست خبير بالدين ولكن بقدر أحكي في هذه الأمور بشكل عام والعمومية اللي بقدر أحكي فيها ما فيها أني أرأيك حلال وحرام أنا مش موفتي طبعا كيدو لكن بقدر أحكي بشكل عام وبرضو عن تجربتي الشخصية ففي أمور كثير نحكي فيها والتقنية هي إشي أساسي لأنه بحبها يعني وبحكي عنها وبحكي أحب أشياء كثيرة أنا بحب الأنم بحب السيارات أحب الرياضة مش رياضة حاليا التقنية اللي إحنا بنستخدم ملوين يعني عندها للتليفونات شوفوا يعني هذا Mate 50 Pro هذا الشاومي 13 هذا الردماجيك 8 Pro هذا الهواوي Mate X3 هذا الهواوي Mate X3 Galaxy S22 Ultra بالله عليكم أحد يكتب لي يبعت لي جهاز هدية أنا بس أخلص منهم ببيعهم أنا هيك بعدي هكذا أعتاش البيكسل للبيع الريالمي GT طبعا Dragon Edition والماجيك 5 Pro الآيفون الآيفون خلص هذا الأجهز هذا اللي عندي بس أوكي ما شاء الله تبارك الله بعض هيقول لي عندك أجهز كثير لا ما عندي أجهز كثير يعني من قارنة مع حدا ثاني ما عندي أجهز كثير لو تروح على تقنية معينين ممكن تلاقي عنده خزانة مليانة أجهزة ما شاء الله تبارك الله أحمد بعركي عنده حب الكلكشن حبي يجمع مرة حكالي ومرة عملها بالفيديو يمكن 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 عنده أربعمائة هاتف نوكيا يمكن أكبر مجمع نوكيا في العالم هذا الزلم يعشق نوكيا فاتخيلين واحد يكون عنده أربعمائة تليفون نوكيا أحمد بعركي الله ينرسي بالخير فأنا ما عندي هاي الهواي بصراحة بش لا شيء يعني أنا بصراحة أنا بشتغل هذا الشغل وبس أخلص من هذا الشغل ببيع التليفونات وإذا صح اللي أعمل مع شركة حملة دعائية كامبين افتتاح معرض تغطية مؤتمر بفلوس طبعا برضو بعملها بقوليش لا وإذا صح اللي أني أعمل الفيديوهات كلها بفلوس بقوليش لا بس لكن بابضبط هذا الموضوع الموضوع التقنية لوين تليفونات تتشابه صار صعب تعمل تليفون غير عن الجميع فعليا هذا اللي بصير فإذا لو تطلع كل هاي تليفونات كلها بتجبها بعض تختلف شوي بالتصميم لكن في النهاية معالج اللي بدأت الهواتف الرائدة حتلاقي معالج سنام دراجل ثماني حتلاقي شاشة التي بي أو 120 هرتز كلهم الهواتف الرائدة حتلاقي الشحن السريع يعني مع هذا سامزون 66 واط أقل شيء وطبعا وآيفون حتلاقي كاميرات وحساسات عالية الجودة فكله نفس الإشي بحاول يتميزه وأعتقد أنا تقني وين بدأ تروح بالتميز حيكون بالسوفتوير وهذا حيكون يدخل الدكالة الصناعية أكيد بس التميز فعليا هو السوفتوير فهاي التجربة هذه تجربة النسينج فون إيش مميزه شكله فعليا مميزه السوفتوير ليش السوفتوير مميزه لأنه ما حنده أفضل هاردوير هذا الزلمة فعليا ما عندوش عنده معالج سنام دراج من 7-7-8 هاد هاد ثواني هاد الريلمي اللي حقه 300 دولار هاد حقه 550 دولار عنده معالج سنام دراجم 870 أفضل بكثير من هاد ولكن لما تستخدم الجهازين بتلاقي هاد أفضل أثنس ما تنامش هاي هاي السوفتوير اللي خلا هيك والأبتمايزيش اللي عملتها الشركة لما تيجي الشركة وتركز بالشغل تحكي أنا عمي البنجت أو الميزاني اللي معاي تقدر خلينا أجيب بث هذا المعالج 7-7-8 يلا جيبوا هذا المعالج يستغلوا أحسن استغلال أفضل استغلال ففعلين هذا اللي سووه ليش أنا احترمتم لأنه لما كنت سمعت سبيكس الكمواصفات شكل عجبني بس قلت يا ربي طبحنا سبع عشرين ثلاثة عشرين وعشرين وعشرين اثنين وعشرين قاعد بحطوا لسناب دراجون سبعة سبعة ثمانية ولسه الشركات تستخدم هذا المعالج وهوا من ضمن هاي الشركات بس شوني بيسوهم صح معالج متوسط وقديم بعصر وعصر زي ما زي ما زي ما أبل بتعمل أبل بتستغل المعالج بأفضل طريقة ممكنة والشركات بتعلمون بعض وهذا اشي الصح أنا ما عندي مشكلة يكون معالج مش أحدث معالج إذا أنت بتعطيني السوفتوير بيستغله الصح هاي تجربة حلوة فهذا دليل هايو هذا الجهاز أنا بنسمي لي اللي هو اسمه ولا إشي بيقرب لي لأنه أنا العدم ولا إشي أثبت أنه عادي معالج متوسط بيحول جهازك للجهاز بتحسنه فلاكشيب رح نشفت حسنات على النسخة الثانية فالتقنية وين رايحة أنا بنسمي لي بشوف أنه التقنية رايحة باتجاه تركيز كبير على السوفتوير كبير جدا 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 بحيث ممكن نوصل لمرحلة أنه عندنا جهاز هاردوير عادي بس أداء خرافي كاميرا خرافية لأنه السوفتوير كثير بالمجال عبدور يعني مثلا جوجل لما بنحكي جوجل بيكسل أول شي بيتبادر لذهنك الكاميرا آه تميزت بالكاميرا هل لأنه عنده أفضل عتاد لا ما عندهاش أعلى تعداد ميجا بيكسل وما عندهاش أكبر حساس حساس الواحد إنش لسه ما وصل لجوجل ما وصل فليش بتأخذ كاميرا ممتازة لأنه عرفوا يوظفوا للسوفتوير بطريقة صحة وهذا مستقبل شفتوا طبعا أنت مؤتمر أبل أكيد حذرت مؤتمر أبل وأكيد صار فيه أنا بدي أحكي عن هذا الموضوع أنه هس رح أجيب سيرته طلعت نظارة الأبل فيجين برو اللي حقها 3500 دولار الإش اللي ركز في ذهن الناس يمكن معظم الناس السعر وبلشوا يهاجموا أبل موضوع السعر أنا ما بدي أهاجم أنا على أقل على أقل بهمني إنسى السعر هسا لأنه هاي واضح إنها ما نعملت لكل الناس هاي نعملت لناس معينين بأول فترة أول سنة مايبي مايبي أول سنتين بيشوفوا الفيدباك الناس معينين اللي بقدروا يدفعوا فيه ناس كثير بتقدر تدفع هذا المبلغ وما بتفرق معها كثير من الناس موجودين وأصلاً أول سنة حكت أبل هاي نظارة موجهة فقط لأمريكا فهي مش موجهة للعالم كله فعارفة يعني إنه السعر حيكون غالي ومش كل حدا حيطلب الفكرة أعتقد هم بيشوفوا إنه بواجوها للعامة لأن المنافسين تابعون أبل زي مايكروسوفت وزي HTC Vive وزي الأهم منافسة هو فيسبوك مع الميتا فيرس والميتا كويست الجهاز تبعهم حقه 500 دولار هاي 3500 سبع أضعاف من فرق فأكيد يعني أفكر في الموضوع مستحيل يكونوا يعني مش درسين موضوع هبل أنا بعتقد يعني إنه منزلوا هاي نظارة لفئة معين من الناس ينجرب وتستخدم وتفحص وتست وتعمل البداية وبعدين أعطت سنة كاملة عشان الشركات المهتمة الشركات البرمجية تعمل البرامج تكون متوافقة مع الابل فيجين برو بحيث مش بس انت لما تستشتريها بس تشوف برامج أبيل لا أنا بدي مثلا فرضا نتفلكس تستخدم هاي نظارة فرضا بدي برامج آدبي تستخدم هاي نظارة إشغلات كثير فأعطت سنة كاملة للمبرمجين للمطورين يعني يطورون تطبيقات تشتغل على الفيجين برو وأعتقد بعدها بس تشوفوا التجربة يكون مشغل بشتغلوا على نسخة أرخص أرخص قديش ما بعرفين بس على أقل يعني 3,500 ما حتى هيدفع حال هاي مش آيفون كل العالم ملايين من العالم حيشتروا ولا هاي فئة معينة فعالأغلب عندهم خطة بس تعرفوا قبل ما بحكوا عن خطتهم يعني هاي النظارة صنعوا بشتغل فيها سبع سنوات ثمان سنوات يعني إشي طويل فهم ما بحكوا عن خطة بس أعتقد ممكن كون تفسير منطقي بس يشوفوا كيف ردت الفعل كيف التجربة وكيف التطبيقات تطورت وصارت تدعم هاي النظارة يطلعوا منها نسخة أرخص بتقدم ميزات أقل نوعا ما بدل مثلا الشاشة 4K هون هون أو عدسة فل اتجني مثلا مثلا نسخة أقل زي هيك وشوفوا كيف التفاعل نسمح على كل حال أنا عجبني التقديم ما عجبني ش السعر وبيديش أحكم على النظارة إنها فاشلة ولا بد أحكم على إنها سيئة إلا لما نشوف تجارب فعنية من يوتيوبر زكتار الذات الأمريكا طيب أسلوب أبل اللي بدي أحكي عنه كمان بيعلمني في هذا الموضوع كيف إذا بتلاحظوا أبل ما يعني ما بتحط التقنيات أول ناس بتلاقيها بتتأخر عن عالم أندرويد سنتين أو ثلاثة أو أربعة كلما تنزل شغلة الشباب أندرويد هاي عنا صالحة ثلاث سنوات مضموط وهذا الحكي صائع ممي وأنا بحكي لكم هذا الحكي وأنا أندرويد يوزر الفكرة أنهم بس نزلوا شغلة بنزلوها بتشتغل بطريقة صح و بصراحة فما برموها بس يكلا جربوا بشتغلوا على الموضوع يعني النظارات هذول اللي نزلوها لو فعليا تشتغل هاي النظارة زي ما هم عملوا في الديمو لما عرضوها علينا بالمؤتمر ولا واحد بيقدم هاي التجربة ولا واحد حتى لو سبقوا سبقوا سبقين قبل بأربع خمس سنوات ولا واحد قدم هذه التجربة فهم الفكرة أنهم ما بيتطلعوا على العالم هم هم حاطين حالهم بمكان مغلق هم والفانس تابعونهم أبل يعني والناس اللي 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 بيحبوا منتجات أبل ممكن يكونوا مئة مليون بلين مليون شخص مش ناس دقلال فهم يعني أبل لما بتحكي بتحكي محهم بس بتطلعش على المنافسين ولا بهمهم وهم عارفين أنه الأبل فانس هيكونوا مهتمين مركزين أنا الاشكالية بهذا الموضوع ايش أنا ما بكره أبل ولا بكره أي شرك ولا بكره حدا بكره الناس كيف تتعامل في الموضوع في ناس أبل فانس بحبوا أبل بطريقة خرافية بيعتبروا أندرويد يوزرز متخلفين بيعتبروا ناس رجعين ناس مش لاحقين التطور هذا عيب وغلط وعنصرية أنا محبوش أيضا في ناس من أندرويد وانتوا بتعرف هذا الحك بيعتبروا أي حدا بيشتري منتج أبل متخلف غري بضيع مصري خروف كلمة خروف هو الصح وهذا غلط وعيد وعنصرية ما بصريش يكون عنصريين هاي تقنية هاي شركات يعني نحب الشيك اللي بدك إياها مدام يعني أنت بتحب وش دخلني أنا أنا عن جات ش دخلني أنت حر كلنا حرين نحب اللي بدنا إياها ليش نصير نحط ألقاب هذا والله بيحب أندرويد هذا متخلف هذا شو اسمه بحب بس منتجات قبل هذا خروف اللي بيحب منتجات قبل مش خروف هو بعشق التقنية هاي بيحب جرب منظومتهم عجبتها ودفع مصاري وهم كيف إحنا لش نزعل ما في دعا نزعل والله إخوان حتقول لي لا هم أغبياء وهم نشتروا وشي قديم وتقنية أخرت هو حر يعني هو بحب الآيفون وعجبه هذا الجهاز وما بيرتاح إلا مع آيفون ليش أنا أجبر وقل له تعال بحب واحد بحب بس أل جزيز سامسون ليش تقولوا لا الآيفون أنظر قال لي يا إخوان ما نرغم بعضنا على هذا الموضوع باللعنة أنا نفسي بواجه هذا الموضوع كثير ناس بكتبوا لي بتعليقات أنت مطبل كبير لأبل معقول يا إخوان شحار كيف أنا بشكر أبل وبنتقد أبل بشكر هوا وبنتقد هوا وبشكر سامسون وبنتقد سامسون هذا لا يعني أني أنا مطبل أنا بحاولي كل موضوعي وفعنيا أنا قربت يعني يعني طولت في المجال صلي ثمان سنوات ظلوا يحكونا تطبيل ما تطبيل خلص أنا اللي بحب التقنية بشكل عام وهذا الإشي مش عيب ولا غلط العيب والغلط العنصرية إن كان في التقنية في التعامل في الدين العنصرية إشي منبوث أنا ما بحبه ولا أدعو إليه وأرفض كل شخص عنصري إذا أنت شخص عنصري أنت ما بتناسب حتى أتفاعل معك حتى إذا كنت سبسكريبر عندي وإنت عنصري عارف حالك عنصري وبتحب العنصرية أنا بطلب منك بأدب إعمل أنت سبسكريب أنت لا تنزمني فلا للعنصرية تعبت أنا بحكي يا إخواني يا الله عندك كثير برامج عندك كثير خيارات أنظمة عندك نظام ويندوز للبي سي عندك نظام ماك للأجهزة أبل عندك آيو اس للتليفون للآيفون وعندك كمان أندرويد لهواد في أندرويد اختار الإشي بناسبك اختار الإشي اللي أنت بترتاح معه من غير ما تنتقص من حق الناس بحريتهم كل واحد حر باللي بندويا ما بننتقص هذا بحرية لو سنحتو أرجوكم أنا عندي هذولا كل هاي الأجهزة كثير عندي أجهزة مثلا آيفون بعتمد عليه يوميا يوميا يخوان في الفيديو اللي بتشوفوها top فيديو هاي لما بتشوفوني بصور منتج top فيديو صح بس آيفون بستخدم بستخدم سامسونج بس بحس الآيفون أفضل بالنسبة للسوشيال ميديا ستوريز وانعمل تست لستوريز للي ما تابعني على ستوريز هذا أفضل وبس بستخدموه شي شي جساني خير لا في بعض التطبيقات البنوك خلص مثبت على هذا أو الحكومية مثبت على هذا لشان ما غير أندرويد بظن يغير أجهز كثير فبثبتها هناك فالتقنية إشي جميل إشي ممتع وإشي ممكن تصرف عليه في نوس كثير ما تخلي مجال للعنصرية العنصرية شيء منبون أنا لا أحبها وإحنا المفروض كلما منحبها التقنية مجال مفتوح وواسع وبالنسبة للتليفونات مش عارف تقول لك أنه في نسة في مجال التطوير الأغلب دائما بيكون في مجال للتطوير على أغلب الشركات التي نحن متعامل معها بيكون عندها خطة سنتين وثلاثة وعندها اختراعات ما بتنزلها بتأجلها لأنه ليس في وقتها فمجال التطوير يكون موجود بالذات مثل الهواتف قابل للطي بس أنا بشوف أنه المجال التطوير الأكبر سيكون السوفتوير نعم السوفتوير هو الأهم وهو الذكاء ودمج السوفتوير مع الذكاء الاصطناعي بحيث يعطونا تجربة مختلفة تماما وصير التلفون يفهم عليه كثير بس كل ما زادت هذه التقنية كل ما حددت حريتك لأن التلفونات تعرف عنك كثير أشياء بتراقبك تسمعك الشركات تعرف عنك معلمات كثير فالحرية يعني بتنعدم شوين شوين بطل فيه إشيء محرين أو بماناة أنت شابك الانترنت معك تلفون أنت مش حر وكذلك توجهوا التقنية بهمهم الشركات التقنية يعرفوا عنك معلمات كثيرة لأسباب كثيرة أهمها بالنسبة لهم أسباب مادية بدهم يعرفوا عنك كل شيء يعرف شو بتحب شو بتكره عشان ينتجوا أشياء بتناسب إلك يبيعوك أشياء مناسبة إلك فهذا مهم إله هذا كان البودكاست موضوع عن إلى أين تتوجه التقنية وكيف إحنا موضوع العنصري في التقنية يريد أن نبطلها يريد تكتبوا لي أنتوا كناس أفراد شو التقنية بتحبوها أجهزة بتحبوها وليش اخترتوها من ناحية ويندوز من ناحية ماك من ناحية آيو أس من ناحية أندرويد احكوا لي ليش بتختاروا هاي المنتجات شو اللي عجبكم أكثر إشي فيها ويعطيكم ألف عافية شوفكم في بودكاست قادم سلام عليكم